ازمة سيفي الجزيري الى الفريق قادما من المقالر العرب بمقابل مادي الزمالك اتحرك عشان ننهي الازمة عشان ما يحصلوش موضوع القيد زي ما حصل السنة اللي فاتت والفيفا كان ملح للزمالك مهلة مدتها خمسة واربعين يوم انتهت اول مارس لكنه ما تفهمش سوهي على المسؤولين في نادي الزمالك فقالوا له طيب خلاص القيدة توقف ثلاث فترات لحد ما تسدد المقابل المادي وبالتالي خلاص الزمالك حيسدد وتنتهي الازمة كما كان متوقعا كلام كتير عن مستحقات لعيبة نادي الزمالك من مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ان قدرت الزمالك جهزت مبلغ 30 مليون جنيه لان احنا كنا قلنا لكم بارح ان اللاعيبة قالوا فلوس امام عشور دخلت 3 مليون دولار او 2.5 مليون دولار لهم حوالي 70-80 مليون جنيه فالادارة وقالوا لهم عايزين فلوسنا وحقهم يعني الادارة جهزت 30 مليون جنيه هتصرفهم للعيبة خلال الساعات القادمة ان شاء الله طبعا ده عشان بيحفزوا اللاعيبة قبل مواجهة شباب بلوزداد وان شاء الله باذن الله تبع الامور منتهية ونقدر نقول ان عزمة مستحقات لعيبة نادي الزمالك فرجت